قرر المجلس الجهوي لجهة تقاند جاء إشراف وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان رفقة والي تقاند على تنصيب رئيس الجهة المنتخب حديثا السيد محمد ولبها واختيار نوابه الثلاثة عبر الاقتراع السري وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان تحدث عن الهمية التي توليها القيادة العليا في البلد للمجالس الجهوية داعيا جميع المستشارين الجهويين إلى العمل جنبا إلى جنب من أجل المصلحة العامة لجهة تقاند إنه لمن دواعي القبطة والسرور أن أكون معكم اليوم في هذه اللحظة الهامة من تاريخ ولاية تقاند بهضابها الشامخة وآحاتها الجميلة وتاريخها الزري واسمحوا لي بدءا أن أقدم لكم أحرى تهاني وتبركات على كسبكم ذيقة الناخبين في الدوائل التي تمثلونها وهو كما تعلمون تكليف بقدر ما هو تشريف تتحملون بما وجد به مسؤوليات جسام ستعملون لا محالة بحول الله وعونه على الإطلاع بها على أكمل وجه إن شاء الله تجسيدا للأرادة الجادة والصادقة لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ القزواني الرامية إلى توطيج دعائم دولة القانون والمؤسسات وتكريس الممارسة الديمقراطية بالبلد حرصات حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على تحضير الأجواء الملائمة لتنظيم الانتخابات التشريعية الجهوية والمحلية للعام 2023 وذلك من خلال خارطة طريق تم يعدادها بإجماع كافة أطراف المشهد السياسي بالبلد تضمنت جملة من الإصلاحات الجوارية تهادفة إلى تطوير وتعزيز منظومتنا الانتخابية كتوسيع وتنوع قاعدة تمثيل وتوسيع تمثيلية شباب ودعم الإنصاف بين الجنسين وتأمين فرصة حقيقية لتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن تمكين الجاليات من اختيار ممثليهم في البرلمان بشكل مباشر يحتل تعزيز اللامركزية مكانة محورية في برنامج بخامة رئيس الجمهورية والسياسات العامة للحكومة حيث تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية اللامركزية والتنمية المحلية وإنشاء مجلس وطني للامركزية والتنمية المحلية برئاسة بخامة رئيس الجمهورية وإطلاق العديد من برامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية وتنفيذا لخارطة طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية تعكيف الحكومة حاليا على تنفيذ إصلاحات واسعة من ضميها إعداد مدونة للمجموعات الإقليمية وإنشاء وظيفة عمومية إقليمية وإنشاء مركز التكوين للفاعلين في مجال لا مركزية ووضع منظومة مستديمة لتمويل المجموعات الإقليمية وفي سياق ذات حارصات الحكومة منذ إنشاء الجهات وانتخابها في عام 2013 على دعمها في الاطلاع بمهامها في مجال تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي وفي هذا الإطار تم منح مخصصات مالية معتبرة للجهات ومواكبتها في أعداد استراتيجياتها الجهوية للتنمية والسكمال الإطار التنظيمي الخاص بها رئيس الجهة المنتهية ولاته تحدث عن حصيلة عمل الجهة خلال السنوات الماضية والتحديات المطروحة أمام المجلس الجديد بعد عمدية اختيار النواب الثلاثة لرئيس الجهة تم تقديم المكتب الجديد للجمهور الحاضر في ساحة المجلس الجهوي ليتعرف على من سيتولون تسير هذا المرفق العمومي الهام عبدالله الإسلم الموريتانية مدينة تيججا